في روبرتاج النشرة بمدينة الدار البيضاء وبدرب السلطان بالتحديد مجموعات من المتطوعين بتنسيق مع جمعية أميج في مبادرة إنسانية لمساعدة المتشردين والأشخاص في وضعية الشارع في سبيل التخفيف من معاناتهم ونشر قيم التضامن والتأذر روبرتاج من إعداد حنان الزفرار بكاميرا أيوب وادي بدار الشباب سيدي معروف درب السلطان هنا يجتمع عشرات المتطوعين أسبوعيا بمبادرة من جمعية أميج وفعالية أخرى خلال فصل الشتاء لتحضير أطعامة ساخنة ومساعدة الأشخاص في وضعية الشارع ليالي الشتاء دافئ هي حملة من الجمعية بإشراف عملات في دمر السلطان وتنسيق مع مديري الإقليم الشباب والرياضة والتعاول الوطني نوزع مجموعة من الواجبات التغذية كل أسبوع وكذلك الأغطية وهذا فعل إنساني ليلمن الجراح لهذه الفئة من السكينات الشوارع بالنسبة لهذا العمل التطوعي هو مجموعة من الشباب تحاولوا ما أمكن أن يريد أن يخارطوا معنا في هذا العمل التطوعي وعدنا العدد كثير بحيث أننا الحمد لله من تكون هذه القافلة تتبلنا طويلة حاولنا ما أمكن أن نقسمها ونعطوها بعض المناطق المبادرة تشمل مجموعة من الأحياء والشوارع الرئيسية التي تعرف انتشارا كبيرا للأشخاص في وضعية صعبة أما توزيع المساعدات فيبدأ مساء كل جمعة ابتداء من الساعة التاسعة مساء نحن مجموعة من الشباب متطوعين نديروا كل يوم جمعة نديروا حملة حملة لفائدة المتشردين والأطفال المتخلى عنهم ولي في وضعية الشارع نديروا وجبات نعطوهم أغطية ونحاول نساعدهم كل واحد وضروف دياله كين اللي مريد كين اللي بغير جعل العائلة دياله وكان ساعدهم توزيع أغطية دافئة ووجبات ساخنة لسد الجوع في ليالي الدار البيضاء الباردة تعتبر بمثابة مبادرة تجاه هذه الفئة المهمشة وصورة من صور التكافل الاجتماعي